أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35% وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة وأفد الجهاز المركزي للإحصاء بتراجع حاد لجميع الأنشطة الاقتصادية هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2024 في الضفة الغربية المحتلة إلى مليونين واربعمائة واربعة وسبعين ألف دولار أمريكي وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أمريكي وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة الثلث